أهلاً ومرحباً بكم سيداتي في حصة وسيلة وتدبيرة إن شاء الله اللي رايحة تكون خاصة بشهر رمضان الفاضل قبل ما نبدو في الموضوع نقول لكم إن شاء الله يدخل علينا بالخير وربح ونصوموه بالصحة والعافية إن شاء الله إذن الموضوع اليوم هو كيفية التزيين والأواني المخصصة يعني اللي نستعملوها في تزيين مائدة شهر رمضان إذن أنا معني من الناس ينحب نستعمل أواني الفخارية ودبت لكم اليوم أواني الفخارية وزيينت لكم الطابلة وكذلك نبدو بأول حاجة اللي لازم المرأة تستعملها هي المفرش يعني لا ناب يعني فوق الطابلة إلا كان جاي النظيف ولا ما نستعملوش لطوال سيغي هذا نخلوه بيناتنا كي نكونوا يعني في فطورنا ولا عشاتنا يعني اليومي لكن كي يكون الضيف لازم نستعملو المفرش هذا بالنسبة لأول حاجة مور مفرش لازم نعرفوك باش نحطو الطاولة دينا راح عندنا هنا يعني الأواني أول شي لازم يكون عندنا يعني مشرب تعلمة بالكيسان ديالو كي مارا كتوفو لكاغاف تاني نديرو فيها الجو ما نحطوش يعني الجوه كخاصة إلى جا نظيف يعني باش تكون طاولة ذاتبان يعني أنيقابل بززاف لازم نستعملو الأواني ما نحطوش يعني القرورات هكذا كفوق الطابلة كذلك ما ننساوش نحطوه لي باب يمو شواء باش كل واحد يحسروا حو أهلاز يعني كي حبي يمسح يديه ولا يكون كل شي أمامو كذلك بالنسبة لي كوفيغ لازم يكونو وفي الصوحون واش نسحقو دائما يناسيات بلات لسالاد ونسحقو واحد يكون غامق الجواز وواحد يعني لليبول باش نسربو فيهم الشربة وكذلك ما نحطوش تاني التناجر يعني ولا المقالي ولا فوق يعني الأواني طيبو بيهم نحطوهم فوق المفرش لازم يكونوا يعني أواني خاصين بالأكل كيمالا سوبيغ مثلا باش نديرو فيها الشريبة وتاني تباسة هكا عشاوات بما أنه أنا خيرت الأواني تاع الفخار حبيت نستعمل يعني التبسي تاع العشاوات من الفخار كذلك إلا باش نديرو فيه الطبق الرئيسي وكذلك نستعمل وتاني هكا تباسة صغار يكونوا أوفل للبوراك ولا للحار ولا للطمر كذلك عندي طاس مشرب بتاع البن بالكيسان ديالو لأنه ما نقدروش نشربو يعني البن في الكاس تعلوجي تاعنا لازم كاس تعلوجي يكون وحده والكاس تعلوجي يكون وحده وكذلك عندي تبسي أوفل يعني فلا للسالات ووحد شي غامق ممكن باش نديرو فيه الحم الحلو كذلك ما لازم ننسى والو خاصة مولة الدار كي تكون حد ساربي لازم توجو يكون قدامها الغرف والمغرفة اللي حد ساربي بها الجواز والغرف اللي تسقي به شريبة في رمضان كي لازم توجو تحطهم شي على المفرش فيه تبسي باش يعني كي تسقي بهم ترجو حفوق تبسي باش مانطاشي مش يعني لاناب ديالنا وكذلك يكون أمامها دائمان باب يموشوا باش كي نساربو توجو تدير باب يموشوا باش ما تقطر الشي يعني شربة ولا لاصوس تعلجواز ولا اذا لازم هذه الأمور كامل يكونوا باش يعني الطاولة تعنا تكون كما قلت لكم آنيقة وتكون منظمة خاصة واضيف تعنا تاني يكون يعني مرتاح اذا أنا نقول لكم ان شاء الله يعني صحف طوركم وان شاء الله تكون عجبتكم تدويرها تاليوم اللي خاصة بالأواني اللي ممكن نقدموها يعني نقدمو فيها الأكل تانا عفوا في شهر رمضان ونقول لكم صحف طوركم وفي حسة أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة